الحلقة التاسعة والعشرون اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك ورد في الحديث الطويل أن سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولهذا فإن العبد يجب عليه أن يكون في سره وبعده عن أعين الناس أشد خشية لله عز وجل في الجزء التاسع والعشرين آية تدل على هذا المعنى اذكر رقم الآية واسم السورة